تخطى فيلم الرسوم المتحركة إيموجي موفي جميع الأفلام المرشحة لجائزة توتا الذهبية السنوية المعروفة أيضا بجوائز راتزي في فئة أسوأ فيلم بينما حصل توم كروز وميل جيبسون على لقب أسوأ أداء لعام 2017 وحصل فيلم إيموجي موفي الذي يدور حول إيقونات تعبيرية متكلمة على أربع جوائز راتزي منها أسوأ فيلم وإخراج وسيناريو وفز توم كروز بجائزة أسوأ ممثلا في دور رئيسي عن فيلم The Mummy الذي لعب فيه دور رقيبا في الجيش الأمريكي يطلق مسخا عن طريق الخطأ بنبش قبر أثري وحصل ميل جيبسون على جائزة أسوأ ممثلا في دور مساعد أو دور مساعد عن دوره في فيلم Daddy's Home 2 وفز تيلر باري بجائزة أسوأ ممثلا عن دوره الذي جسد فيه شخصية امرأة في فيلم Boo 2 وذهبت جائزة أسوأ ممثلا في دور مساعد لنجمة هوليوود الحاصلة على الأوسكار كيم باسنجر عن دورها في فيلم Fifty Shades Darker وحصل الفيلم المأخوذ عن المسلسل التلفزيوني باي ووتش على جائزة اختيار الجمهور لأسوأ فيلم